تابعنا على مدار الفترة اللي فاتت كلها على الايام اللي فاتت حفلات سسنائية قبال فعليات طرفهية في كل الانشطة رياضة ثقافة فن غنى نجوم من كل مكان شفنا مبارح الخميس قارب مثال كان حفلة مميزة جدا طبعا للنجوم الكبار بيض حد صالح وريهام عبد الحكيم لكن الجمعة تحديدا بيكون لي وضع خاص وتحديدا بعد اعلان شركة الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية ان هي تزيع حفلات مهرجان العالمين على قنواتها المختلفة والامر ده لقى استحسان كبير جدا من جانب الجمهور يعني مش لازم تروح لعالمين عشان نشوف الحفلات لا هتجيلك على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية النهاردة بقى حفلة مختلفة تماما يعني حفلة كده زي ما بيقولوا حفلة الحفلات الكنج محمد منير والفنان الكبير حميد الشاعري موجودين النهاردة في حفلة الجمعة يا بخت الجمهور الموجود هناك يعني الموضوع مختلف تماما اتنين من احب الناس حتى جيل التاملينات والتسعينات والجيل الحالي الكنج والشاعري حاجة تانية خالص حفلة تانية تماما جو تانية خالص تعالوا بقى نعرف اخر التفاصيل معز منا اللي طبعا موجود هناك في العالمين وبينضم لينا باسم ابو العنين من هناك باسم برحب بيك الاول وقل لي بقى النهاردة الجمعة الدنيا عامل ايه عندك مسأل فل عليك من العالمين ويعني جيل التمانينات والتسعينات احنا خلاص عدينا عجزتنا النهاردة احنا موجودين يعني لو الشعار بتحفلة انبارح كامل العدد فالنهاردة يعني كامل كامل العدد لا يوجد موطق القدم الدنيا زحمة جدا طبعا اسم الفنان الكبير حميدي الشعيري والكينج محمد مونير يعني هو اكبر دعاية الحفلة الناس موجودة بكسافة النهاردة في العالمين الجديدة عشان حضور الحفلة ومن اوقات كتيرة بدري قبل ما حتى الحفلة تبتدي عشان يقدروا كل حد يحجز مكانه وطبعا فيه تنظيم رائع من المنظمين من شركة تسكرتي اللي هم يعني هتلاقيهم في الباكجراوند منتشرين بكسافة على بوابات كتير لتأمين وتسهيل الدخول وطبعا الامن برضو موجود من بدري جدا لتنظيم وتأمين الحضور ان شاء الله عندنا امسية رائعة النهاردة تعتبر من الامسيات الكبيرة يعني فيها اسمين كبار قوي في مصر والعالم العربي حميدي الشعيري ومحمد مونير والمعروف ان احنا النهاردة في تاني ايام حفلات هذا الاسبوع اللي بدأت انبارح برهام عبد الحكيم ومتحد صالح وبكرة ان شاء الله اليسا وتامر عشور والنهاردة الليلة الكبيرة حميدي الشعيري ومحمد مونير ودي ضمن فعاليات مهرجان العالم عالمين والممتد لمدة 45 يوم حتى يوم 26 اغسطس من الشهر الجاري طبعا من اللفتات الجميلة يعني لقت سعادة من ناس كتير ومن الجمهور بصفة عامة موضوع اللي اعلنته الشركة المتحدة عنها تبرعها بريع او ربح المهرجان لحياة كريمة ويعني الناس قبلته بسعادة اه حياة كريمة فقبلته بسعادة كبيرة وكانت لفتة عظيمة من الشركة المتحدة نهاردة ان شاء الله نتمنى تكون امسية جميلة ولكون الجمهور كله يعني نكون عند حصن ظنه والحفلة تكون عند حصن ظنه وينبسط وتكون اكبر دعاية لمصر والمدينة العالمين الجديدة ان احنا عندنا تتشين لمهرجان بهذا الحجم وبهذه الفخامة وبهذا التنظيم الراقي في مدينة من اجمل المدن مش هقول في مصر لكن ممكن نقول في العالم كله مدينة العالمين الجديدة ان شاء الله العالم عالمين وعقبال المسيم التاني والتالت والعاشر والمية ان شاء الله وعقبالنا برضو نجي نتفرج معاك يا باسم من هناك بقى مش تريفزيون يعني احنا بنحسدك ان انت موجود هناك والحفلة بس انت كان فيه نقطة اشارت ليها قبل كده يا باسم في تغطية احد التغطيات ان فيه شاشات في الشوارع هناك عشان اللي مش قادر يخش خصوصا حفلة زي دي زي احنا يده انا مش عارف هي مش هدبان عندك لو ورامة المكتوب عليها المتحدة المكتوب عليها المتحدة في الخلفية اي موجودة معنا دي ببداية الحفلة اول ما المطرب بيطلع على الشاشة على المصرح بيبدأ يقطع عليه يعني هي حاليا مكتوب المتحدة لكن بمجرد ما الحفلة بتبتدي بيقطع عليه وفيه برضو الناحية التانية بس مش هتشوفها قدامي شاشة كبيرة برضو في الشارع في موقع متميز يقدر اي حد يشوفه حتى لو عاد جواه عربيته برضو بتقطع على الحفلة احنا ان شاء الله بعد الحلقة هنلحق لترج عليها على قنواتنا قنوات الشركة المتحدة للخدمات الاعلامية باسم أبو العنين هسيبك لصهرة سعيدة من مهرجان العالمين الجديدة واستمتع واحنا مكملين معاك وصهرة سعيدة شكرا جزيلا باسم شكرا جزيلا بسم شكرا جزيلا بس